تم دمج Gemini 2.5 في Firebase Studio وده معنان المطور حقدر يستفيد من قدرات Gemini 2.5 في إنشاء نمازج أولية للتطبيقات أولاً بالشكل فعال جداً وسريع في نفس الوقت النهاردة حنتكلم عن التحديث الجديد داخل Firebase Studio أعتقد أن كل المطورين مبسوطين بهذا التحديث والتحديث ده طبعاً هو الأقدر مني في شرح بعض التطبيقات المستخدمة داخلهما المطورين ولكن ده لا يمنع أبداً نحن بنعرض التحديثات الجديدة الخاصة بالبرامج اللي ممكن نستفيد بيها في عمل تطبيقات بشكل عام النهاردة هنبص بص سريعة على البلوج اللي تم فيه الأعلان عن دمج Gemini في Firebase Studio ومن خلال البلوج هتلاقي أن تم تقديم بعض الأمثلة اللي تم إنشاءها بوسطة Gemini 2.5 برو زي تطبيق تعليم الموسيقى اللي تم إنشاءه في أقل من 10 دقايق اللي بيدعم دروس في العسفة على البيانو والكمان وأيضاً تطبيق بيساعد المستخدم على تنظيم الجدول اليومي بتاعه من خلال دمج مهام Google Workspace وموعيد Google Calendar واسمه Scadual Helper وأيضاً فيه تطبيق تعليمي باسم Quantum Phenomena Explorer ده بيشرح مفاهيم فيزياء الكام وبيدي كمان تجارب تفاعلية وأيضاً هناك أداء Social Sync لإدارة وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبيدي كمان اقتراحات زكية لأفضل أوقات النشر ده بالنسبة للتطبيقات اللي تم ترحاها من خلال البلوج اللي انتوا شايفينه قدامكم حالياً ودلوقتي هروح مع بعضها على Firebase Studio عشان نشوف استخدام Gemini 8.5 Pro داخل Firebase يلا بينا وترحوش في أي حد حنا نعلكم مرة تانية ويرجعنا لكم مرة تانية على Firebase Studio علشان نشوف الperformance أو الأداء الخاص في Gemini 2.5 في حالة اعطاؤه أمر بسيط لتنفيذ وجه التطبيق نشوف الموضوع ده بمنتهى البساطة زي ما قلت لكم يريد أسمع رأي المطورين في التعليقات اللي استخدموا لأنهم أقدر مني في إعطاء الرأي النهائي أنا بعرض لك التحديث الجديد وبحاول أتناوله بشكل بسيط خصوصاً فيما يتعلق بالكودينج هنشوف مع بعض دلوقتي إزاي هنستخدمه داخل Firebase Studio أولاً الواجهة بتاعت Firebase Studio سهلة جداً فيه طريقتين فيه ممكن تروح تستخدم الواجهة الخاصة بالPrototype and App with AI وتبتدي تكتب الأمر ويديك التنفيذ وهنا يفضل أن انت تستارت كودينج and App باستخدام الworkspace انت ليك فيه الخطة المجانية عشرة فانت لو خلصت العشرة علشان تشتغل تاني وتعمل project تاني لازم تروح تعمل delete لأحد هذه التطبيقات عشان تفتح new workspace تاني وتشتغل بيت فبتبتدي أن انت تدوس على new workspace وتبتدي تختار من هالويب هالباك اند هالموبايل وطبعاً كل واحد هتقف عليه هنا هيديك الفيتشردويب تنبلتز الخاصة بيه زي ما احنا شايفين سي مثلاً انا هقف على ويب وحاقطار simple HTML وهنا بتبتدي تكتب اسم الworkspace بتاعتك ايه مثلاً انا هنا هبتدي ان انا اقول له الworkspace بتاعتي هي sticky note front end app هنا بيقول لي more than 20 characters اكتر من كده لا خلص خليها sticky note مش لازم front end وهبتدي اقول له create هنا بيبتدي حضر الenvironment ويبنيها زي ما احنا شايفين ايدي الenvironment visual studio code ايدي الملفات بتبتدي تجهز بالمنظر ده كده احنا لسه ما قلناش اي حاجة ما كتبناش اي حاجة ولا قلن احنا عايزين ايه بالزبط انا هقف على index dot html هنا على الجزء اللي على اليمين انت عندك جيميناي وعندك الweb هنا اللي بيظهر لك بعد ما بتكتب الامر داخل جيميناي لو دو طبعا build in جيميناي model هو مدمج مع الجيميناي model فهنا ممكن ان انت تبتدي تكتب انت عايز ايه لو انت عايز اي موضل تاني تقدر تختار جيميناي 2.0 جيميناي 2.0 فلاش برو بريفيو انا لما اخترت برو بريفيو او سيكس او فايف او سيكس اللي هو بتاريخ ستة خمسة اللي ملكيش يعني فهنات اخليك بالbuilt in جيميناي model اللي هو جيميناي 2.5 برو وحتبتدي هنا تكتب الامر الخاص بالابليكيشن اللي انت عايزه اب and i can add and the colorful sticky note يعني ممكن احط the colorful sticky note ممكن اعنلو and delete option is required enter here update file update file تعالا نشوف الweb حامي refreshment sticky note app reminder وحط لي add note delete في امكانية ان انا اعمل delete مش بطالة يعني في امكانية كمان ان انت تحط l-e-b-i لو راح تدست على setting في امكانية ان انت تحط l-e-b-i انا هنا بستخدم l-built-in model في عندك l-e-b-i 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 اقدر علي ووطي واتحكم فيها حاجة من الحاجات اللي عملتها بيه هرجع مرة تانية كده لل firebase studio هنبتدي هنا استخدم prototype and app with AI ودي هتبقى مفيدة اكتر لو مفيش اي حد عنده خبرة في l-coding الى حد كبير وطبعا انا بتحفظ لكن انت ما عندكش اي خبرة دي لان انا برضو لسه شايفة الموضوع محتاج معارفة بالاساسيات الى حد كبير جدا يعني انت هنا مش بتختار l-coding language معينة انت هنا بتكتب على طول كده natural language عادية جدا انت عايز ايه بالزبط وهنا هبتدي ان انا احط الامر هرجع بس مرة تانية ctrl z عشان اواريك حاجة فيه امكانية كمان ان انت ترفع صورة يعني لو فيه وجهة تطبيقات عجبك فممكن ترفع الصورة دي وتقول له عملي زيها انا هنا هبتدي احط الامر بتاعي الامر طويل شوية وهنا هبتدي ادوس على prototype with AI ده الخاص ب one page website ل online learning platform وحبتدي ادوس على prototype with AI طبعا هنا هو بيستخدم البلت ان موديل بتاعي وهو Gemini 2.5 هنا بيبتدي وخاصة بالcolors والlayout والتيبوغرافي الكتابة هقول له prototype this app لو انت عايز تعدل اي حاجة بتكتب له انت عايز تعدل في ايه ممكن تكون عايز تعدل في الالوان في الlayout في الايكونز في الانيميشن زي ما انت عايز هيبتدي هنا ينشألك الابليكيشن بتاعك ونشوف النتيجة طبعا زي ما قلت لك باستخدام 2.5 pro والنتيجة هتكون عاملة ازاي بنوع على وشك الانتهاء كانت فيه error قلتلو fix the error هنا light والdark system عجبني جدا بصراحة التنفيذ system dark light خلينا في الdark هنا info take for you canva course tools usage digital marketing get started هنا طبعا الصور في بعض الصور ما لهاش علاقة قوية يعني ممكن تغيرها طبعا وهنا اللي بيفرق بقى لما انت بتاعد تعمل edit على الكود لان فيه امكانيين انت تعمل edit على الكود ولكن التنفيذ جيد هنا social channels مختلفة الايكونز اللي بتحط انت الURL الخاصة بي twitter youtube linkedin instagram فيش هنا linkedin ممكن تضيف linkedin او تقوله edit linkedin كنت جربته قبل ما يتم بدمجته 0.5 لان نتيجة هنا افضل تعالا بقى نشوف روح تانيه firebase studio لو تفتكروا ال stick note يعني stick note application اللي انا اخترت sample html انا هنا هستخدم prototype and app with ai علشان يبتدي ان هو يعمل هالي بالcoding language اللي هو شايفها ويستخدم اللي هو عايزها وتشوف النتيجة مع بعض اعتقد ان هي هتكون افضل هنا بيقول لي to create additional work space join the google developer program at no cost ممكن اقول له join هنا انا عملت add يعني الموضوع بسيط دخاني مرة تانية عملت join هنا هقول له create a front end for a taking note app and i can add a colorful sticky note انا هنا محددتلوش بالضبط هو المفروض يستخدم ايه هنا بيقول لي ان الاب blue print color note color lay out والتيبجرافي هقول له prototype this app هيبتدي يشتغل عليه طبعا هنا capability 2.5 بيتبان في الperformance الاداء من ناحية السرعة وكمان النتيجة اللي انت بتحصل عليها هنا طبعا زي ما احنا شايفين الواجهة حلوة قوي فيه فرق كبير لما انا يعني اخترت language code بسيطة زي HTML او simple HTML طبعا هنا انا سبته يشتغل براحته هنا your wall is empty لو انا رحت عملت add sticky note هنا مثلا سي هبتدي اكتب اي حاجة واختر اللون بتاعها وقول له add sticky note كمان واختر لون تاني add sticky note كمان واختر لون تالت وهكذا تقدر تعمل delete وهنا your wall is empty ترجع مرة تانية على مفيش بقى اي sticky note تانية ترجع لي هذا الشكل فطبعا الموضوع مختلف تماما حنجرة برضو بشكل اخير نعمل piano keyboard ونشوف ايضا لو انا استخدمت حرجع مرة تانية لل freebase studio ولو انا استخدمت هنا prototype and app with AI ما قلتوش او ما حددتوش اللانجوش اللي هو هيستخدمها هتكون النتيجة عاملة ازاي هنا كل اللي حلوله create a playpool piano keyboard with adjustable volume button create an advanced يعني مش اي playpool piano keyboard prototype this app وحنشوف النتيجة هنا هو عطاني الواجهة زي ما احنا شايفين virtuosu keys welcome click the button to enable audio and start start audio engine اقدرنا اتحكم في volume زي ما احنا شايفين هنا بيقول use your mouse touch or map keys to your يعني هنا ممكن انا مثلا سي ابتدي ان انا استخدم اللي هو c4 لما ادوست على انا هنا بتحرك بالkeyboard على فكرة ما بتحركش بالماوس بصوا التنفيذ الرائع 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 انا هنا بتحرك بالkeyboard ما عارفش الصوت واصل ولا لا هنعلي volume h u شو بستخدم mouse خالص يعني انا معجبة جدا بالperformance والاداء والنتيجة جيدة جدا هنا انت تقدر تعمل publish وعشان تعمل publish للاب بتاعك وتستخدم الfirebase app hosting to host your application ما تبقاش نعيهم موضوع الhosting بتاع الapplication بتفضل ماشي كده بخطوات طبعا الموضوع فيه link cloud billing account يعني لازم يكون لك حساب على google cloud الموضوع هيكون مدفوع لان هنا الhosting هيكون على الfirebase اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة شفنا النهاردة الاداء الخاص بfirebase بعد ما تم دمجه معج من 8.5 pro اتمنى ان انا اسمع رأيكم في التعليقات اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة info take for you زي بقولك في نهاية كل فيديو تنساش تدعمنا باللايك وشير وكممنت لو كنت من متابعينا الاعزاء ولو كنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل subscribe لقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد لو انت استفدت من محتوى فيديو النهاردة اشوفكم فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته